تعمل الإدارة العامة للمرور على رفع مستوى الخدمات المرورية المقدمة وزيادة انتشارها في محافظات المملكة لتحقيق سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين بأعلى معايير الدقة تحرص الإدارة العامة للمرور على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مراكز الخدمات المرورية في جميع محافظات المملكة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز بالتوازي مع تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية أنجزت الإدارة العامة للمرور أكثر من 280 ألف معاملة في المراكز الخارجية والتي يبلغ عددها سابق مراكز خارجية منتشرة على جميع محافظات مملكة البحرين والتي تشتمل الخدمات التي تتضل بحضور شخصي ومنها تحويل ملكية المركبة والقاء المركبة ودفع المخالفات المرورية وانهاء معاملات المخلصين للوكالات مما ساهم في تخفيض الضغط على إدارة العامة للمرور ويستمر عمل بعض المراكز إلى الفترة المسائية وذلك لإنجاز أكبر غدر ممكن من المعاملات للمراجعين كما تولي الإدارة العامة للمرور اهتماما بالغا في تسخير كافة الإمكانيات البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة التي تضمن سرعة الإنجاز ورضى المراجعين صراحة خطوة هذه وائد ممتازة يعني وائد سهلت لنا يعني تشوف حين مثلا محرق ماشاء الله عندنا مركزين في مركز الشرطة في محرق وعندنا في الحد في مجمع اللولو وبعدين في ميذة أنه يعني الدش على السيسم تأخذ الموعد اللي يناسبك يعني شوف حين اليوم أنا خدت الموعد الصبح الوقت اللي أبي ولا في زحمة ولا في شي تسع ونص موعدي ييت على الموعد أهم شيء أن تكون يعني أوراقك سليمة وبس وتخلص وتمشي الحين متوافرة في كل مكان في البحرين في المجمعات في مال الرفاع يروح واد السيل ومال الحد مجمع اللولو وغيرها من الماكن متوافرة تقريبا في أغلب مناطق البحرين وهي حين بعد توفرنا بعد فيها من فترة صباحية وفيها من فترة مسائية يعني المراجع بنسبة عودة ما يتعاطى عملية توزيع الخدمات بما يلائم احتياج المواطن هذا تطور كبير جدا في سياسة خدمة المجتمع تنتهج الإدارة العامة المرور سياسة التطوير والتحديث من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وموكبة روح العصر باستخدام التقنيات والنظم الحديثة وتقديمها للمواطنين والمقيمين بأعلى مستويات الجودة